بسم الله الرحمن الرحيم يا اهلا بكم ان شاء الله هنكمل سلسل الفيديو الابدال فيديو رقم عشرين كنا بنتكلم في الفيديو اللي فات عن الاتي كنا ابتدينا نعمل عملية ميجريشن لرول مهم جدا اللي هو الفايل سيرفر هننقله من ويندوز سيرفر عشرين اتناشر ارتو ويندوز سيرفر عشرين اتنين وعشرين داتا سنتر كمام وقلنا ان في اكتر من طريقة الميجريشن في اه اداة زي روبو كوبي ودي ناس كتيرة قوي بتستعملها ومشهورة وفي اداة اداة دي الستورج ميجريشن تولي دي برضو اداة مشهورة وممكن تستعمل ادوات ثيرد بارتي زي او ادوات تجارية زي نيتريكس برضو دي ادوة مشهورة جدا وفي ادوات كتيرة جدا بس الناس اللي متعرفوش في اداة اسمها السيرفر مايجريشن طول ودي كنا تكلمنا عليها الفيديو اللي فات وان انها اداة بسيطة وسهلة جدا هتعمل عملية ميجريشن كاملة لكل الفولدرات اللي عرفها لسيرفر وتنقلها على السيرفر جديد بالشير بيرميشنز والانتياف اس بيرميشنز تمام الاداة دي طبعا اتكلمنا ازاي هتشتغل واتكلمنا عليها بالتفصيل الفيديو اللي فات طيب هل عملية الفاير سيرفر هي عبارة عن نقل ملفات فقط بالشيرز بتاعتها بالبيرميشنز بتاعتها لا في حاجات برضو على الفايل سيرفر حاجة مثلا زي الفايل كوتا الكوتا اللي على الفولدرات الفاير سكرينيج اللي هو السكرين او ازاي ان انا قبلوك بعض الملفات انها هتتحط على الفولدرات فدي كمان لازم تتنقل ففيه سكريبت هيعمل الكلام ده هل ده برضو ده بس اللي هيتنقل كمان لا في حاجة كمان دلوقتي نوع الفولدرات اللي هنقلها من على الفاير سيرفر فيه مثلا فولدرات زي الأكتف دايركتوري هم فولدرس دول كل يوزر في الاكتف دايركتوري عارف مكان فولدره فين في حتة اسمها بروفايل تاب ولم تخش على الـ Active Directory في أي يوزر هتلاقي فيه تاب اسمعه بروفايل في البروفايل ده موجود مكان الـ Active Directory هوم فولدر بتاع اليوزر ده فين فبعد ما نعمل ميجريشن لازم مكان الـ Active Directory هوم فولدر جديد يتم تغييره في الـ Profile Tab في آآ الخصائص بتاعة اليوزر دي لازم تتعمل ودي برضو ليها سكريبت دي حاجة ثانيا أنا هنقل برضو آآ فولدرات أنا مشايرها للاقسام من على الفايل سيرفر طبعا هنقلها من سيرفر لسيرفر آآ الناس بتخش عليهم ازاي عن طريق جروب بوليسي أنا عاملها الجروب بوليسي دي بتخليلهم الفولدرات المتشايرة دي As Network Map Drives تمام؟ بعد مفروض ما نقلهم على السيرفر جديد لازم الجروب بوليسي دي تضاير عشان تشاور على الفولدرات الجديدة على السيرفر جديد وتعمل لهم Map فالكلام ده كله لازم يتعمل فهي مش عملية نقل فولدرات فقط كمان اللي ما يصاحبها من تغيير حاجات في الـ Active Directory تغيير بعض جروب بوليسي تمام؟ آآ آآ ان انا مثلا اعمل حيطة الفايل كوتا والفايل سكرينين كل ده كلمنا بالتفصيل نظريا الفيديو اللي فات فاحنا قلنا هنستعمل السيرفر ماجريشن تول مع بعض السكريبتات عشان نعمل عملية الماجريشن كاملة طبعا اللي حاسس ان هو مش فهم او اللي انا بقوله ياريت يرجع الفيديو اللي فات كنا بنشرح الموضوع ده بالتفصيل الفيديو ده هنقش الكلام ده عمليا بقى يعني الفيديو اللي فات كنا بنقشه نظريا السكريبتات اللي هنستعملها والاداة وازاي نسطبها وكل كلام ده كله الفيديو بقى هنشوف بقى عمليا ازاي الاداة دي هتشتغل واريكو مش هقول السحر هوريكو الجمال بتاع الاداة دي وزاي انها سهلة وبسيطة والان انت هتم ممكن تعمل عملية ميجريشن الفايل سيرفر اللي هو يعتبر حاجة كبيرة جدا اه ناس بتتخض من ان انا عندي بقى برميشنز وعندي اه فايل كوتا وعندي فايل سكرينينج وعندي جروب بوليسيز كل كله كله ممكن يكالك عن الموضوع بالنسبالك لا الموضوع بسيط وسهل فخلينا نشوف بقى الفيديو ده ان شاء الله عملية الميجريشن لايف بقى او العملية تمام ايه دي الفيديو بتاعنا هنفتح طبعا احنا هدلوقتي على الفايل سيرفر الجديد او اللي هيكون فايل سيرفر الجديد تمام بالمناسبة يا جامعة مرضو عايز بس او اوضح لكم حاجة قبل ما نبتدي لو رجعنا للرسمة دي حاليا ده الفايل سيرفر جديد بتاعنا حاليا هو dhsp لان احنا الفيديو اللي قبل اللي فات عملنا ميجريشن إلى dhsp من السيرفر القديم اللي هو ده بالسيرفر جديد فده بقى dhsp حاليا عايزين ناخد الفايل السيرفر من السيرفر القديم نحطة على السيرفر الجديد تمام وفي الكم فيديو اللي جايين هناخد برضه appliesaolution من الفايل السيرفر القديم نحطه على الفايل سيرفر جديد فهي عملية نقل كاملة لكل ال protocols وال NEW اللي موجودة على السيرفر ده. تمام? ده بس كده معلومة عشان يعني ايه افكركم. هنبتدي بقى دلوقتي ايه? نشتغل ونشوف السكريبت بتاعنا. طبعا السكريبت بتاعنا ده قلنا اللي هو هيكمل مع اداة السيرفر ميجريشن تول. تمام? ايه دي السكريبتات. اهو ده السكريبت الاسمه ميجريت تو. ده اللي احنا كنا نقشنا الفيديو اللي وانا اعمل له كوبي. ونحطه على دي. ونقول له بيست. طبعا هتاخد وقت. وعدين نفتح بقى نقول له ايدت ونبتدي بقى ايه? نشتغل على السكريبت. واول حاجة طبعا هنعملها زي ما قلنا في الفيديو اللي فات ان احنا نعمل فولدرين على الفايل سيربر جديد. اللي هو اخواتهم على الفايل سيربر القديم. الفولدرين ده الواحد. ليه? اه هيحتوي على فولدرات الاقسام المختلفة. والفولدر التاني هيحتوي على ايه? هيحتوي على الاكتف داريكتري هم فولدرس. تمام? طيب. هنفتح باور شيل طبعا لان طبعا احنا عارفين انه زي ما قلنا الفيديو اللي فات ان السيربر ميجريشن تول هنستطبها من خلال الباور شيل. وهنستعملها كاداة من خلال الباور شيل. حسب الكلام اللي قالته اه اداة الزكاء الاصطناعي جوجل باور دي اي اي ان ممكن تستعمل السيربر ميجريشن تول من الباور شيل ومن آآ آآ واجهة رسومية. تمام? طبعا هي اداة قوية جدا انا بفكر استعملها في لباتي اللي جاية كلها ان شاء الله. المهم هنفتح باور شيل ران از ادمنستريتور. تمام? اهو ران از ادمنستريتور. ده السكريبت بتاعنا. تمام? اول الحاجة هنكريت الفولدرين دول. طبعا. اساسي اهم. هنكريت الفولدرين دول. ماشي? على السيرفر جديد. اخواتهم على السيرفر القديم. تمام? بس كده. المفروض ان هو يكون كريتهم. بعد ما يكريت هيديني كده زي ايه? زي سطرين بيقولك ان انا كريتتهم وتاريخ التاريخي الانشاء الفولدرين دول. بيقولك ان هو كريتهم خمستاشر اتنين. الساعة كزا الساعة كزا في الدين. تمام? طيب. نيجي بعد كده بقى عايزين ان احنا ايه? نسطب اداة السيرفر مايجريشن تول. هنسطبها على السيرفر ده. ونعمل لها اكسبورت. ونخد نشغلها على السيرفر التالي. ايه دي الكوماندات اللي بنخلالها? هنسطب السيرفر مايجريشن تول. هنسطبها ازاي? عن طريق الباورشيل. ادي اول سطر. ده اللي احنا قلناه الفيديو اللي فات. انستول ويندوز فيدشور مايجريشن. الكمبيوتر نيم هيبقى السيرفر بتاعنا. هنبدل بس ايه? الاسم ده. ونحط مكانه اسم السيرفر الحالي بتاعنا. اسكين اتش كيو ام اف زيرو واحد. وناخده للسطر ده. تمام? وان احنا نحطه فين? نحطه فيه الباورشيل وننفزه. كوبي. تمام? ونقوله هنا ايه? بيست. ونقوله انتر. الاداة دي يا فاق يا جماعة بتتحط فين? بتتحط في السي ويندوز سيستم اتنين وتلاتين حاجة اسمها سيرفر مايجريشن تول. ده مكان الاداة. بينزل فين? بينزل في السي في الحتة دي. هنشوف دلوقتي برضو مكانها فين? لان ده مهم جدا. دلوقتي هيخد لوقت شوية. لان لو مش عشان كده حاجة بسيطة. كده اهو. كده يبتدي يكمل اهو. اتنين وتسعين في المية. ماشي اعتقد كده ايه? كده الراجل خلص. طمام? مافروض بقى نعمل ايه? مافروض ان احنا بعد كده عايزين نيكسبورت الاداة دي. خلص? فانو اكسبورتها ازاي? نخش عالفولدر اللي هي نزلة فيه. وبعدين نرن ايكزي فايل او ملف اسمه سيج او اس اس ام اي جي دوت اي اكسي اي. تمام? نرن ايكزي فايل ده من الفولدر ده. تمام? وبعد كده نكتب شوية ايمر من خلالها هيعمل اكسبورت للاداة. بس طبعا لازم نحدد ان احنا بنعمل اكسبورت للاداة دي عشان نشغالها على ويندوز سيربر عشوني اتناشر. هنشوف دلوقتي القصة دي يعني خلينا اجيلكو كده اهو بس نمشي شوية قدام نمشي شوية كمان قدام بصوا يا جماعة هنجي كده هنجي كده بصوا نرجع كده كمان نرجع حاجة بسيطة جدا كمان نمشي حاجة كده بصوا يا جماعة الاداة بقى متسطابة فين بصوا الاداة فين? هتلاقي سيستم اتنين وتسي ويندوز سيستم اتنين وتلاتين بصوا فين بقى اهو اسمها سيرفور مايجريشن خلاص جوه الاداة دي احنا مفروض نروح على والى واقل له لو سمحت خش على الحتة دي وبعدين هنرن الاسمه مج دي بلوي ملاف الاسمه دا هنرنه وجنبه شوية اوامر بعد ما نعمل الكلام دا هيكسبورت نفسه يعني انا بقول له سيج دي بلوي إكسبورت الاداة سيج دي بلوي بقول له اهو سمحت يا سميج دي بلوي عايزك تعمل لي اكسبورت النفسك خلاص كده اكسبورت اللي اداب بتاعتك. وبالك ازاي? هتكسبورتها لانها هتشتغل ليه الويندوز سيربر عشرين اتناشر ارتو. خليني نشوف بقى كده الطريقة دي هتتم ازاي? انا دلوقتي هياخد كوبي من اللوكيشن ده. واروح اقول للباورشيل لو سمحت ادخل لي على ادخل لي على الفولدر ده. اه هنقول له كده هو. سي دي او تشينج دايركتوري. روح للحتة دي. كده راح على طول على الفولدر ده. تمام? هنروح بقى ايه? شايفين الامر ده? سميك دي بلوي بقول له هنا لو سمحت. رن البرنامج اللي اسمه سميك دي بلوي. وشوية سويتشات او شوية او بقول له يا سميك دي بلوي. انا عايز اعمل اكسبورت للباكيج دي او عايز او عايزك تعمل اكسبورت لنفسك. ازا باكيج. تمام? هتشتغل على اربعة وستين بيت. هتشتغل على ويندوز سيرفر اشري اتناشر ارتو. هتكسبورت فين الباكيج دي? في لوكيشن معين. هيبقى في دي حاجة اسمها فولدر انا بحدده اسمه دي سميك دي بلوي. تمام? فدي الاداة اللي احنا عايزينها. دي كده بقى نشوف الدنيا هتمشي ازاي? بصوا بقى اقول له لو سمحت. اكسبورت في دي. بصوا بقى جماعة هنا هو. فين بقى هو? شايفين ده? انا بقول له لو سمحت ده الفولدر اللي انا عايزك ان انت هنعمل فولدر بالاسم ده طبعا عديه. ونقول له لو سمحت اعمل اكسبورت اللي ادى دي هناك. خلاص? بعد ما نكسبورتها هناخدها كوبي ونحطها على الفايل سيرفر اللي ادى. تمام? ادي كده كوبي. ونقول له بيست. ودوس انتر. كده هيبتدي بقى يعمل ايه اهو? اسكوبين ويندوز سيرفر سيرفر ماجريشن تول فايل ستوكاز. اهو ابتده اهو. اسم دي بلوي ده بيكوبي نفسه او بيكوبي الادا دي. بكل مستمالاتها على الفولدر. والادا دي احنا اعيل لناها لازم مخصوص تران على الويندوز سيرفر عشرين اتنهاشر ارتول. تمام? هتاخد لقى وقت شوية. بعد كده هناخدها كوبي ونحطها على السيرفر القديم. ونفتح الاداتين بقى ايه? من هنا ومن هنا. نفتحها على الويندوز سيرفر عشرين اتنه وعشرين داتا سنتر. ونفتحها من ناحية الويندوز سيرفر عشرين اتناشر ارتول. ونبتدي عملية النقل. تمام? هنشوف دلوقتي العملية دي بتتم ازاي? اهو احنا دلوقتي جاهزين. هناخد. مفروض ان احنا نكوبي الفولدر ده ونحطه فين? نحطه على الفايل سيرفر القديم. حال هاروح بنفسي اعمل كوبي وروح افتح السيرفر وحطها هناك. لا هنفتح الرن. تمام? ونشاور له او نقول له لو سمحت. افتح لي الفايل سيرفر القديم السي بارتشن. واعمل كوبي واروح حادف الفولدر هناك. بصوا انا عمل ايه ده بقى? يقول له بصوا اهو. بقول له اهو. ادي اسم السيرفر. بس طبعا اهو ايه? ده اسمه الحقيقي. هو ويندوز دي سوق التوالف. وبعدين ادي السي. لو دست انتر كده انا بقيت على بصوا جماعة كده انا بقيت على السي بتاع الفايل سيرفر القديم. كوبي وبيست. ببساطة شده جده. خلاص كده. بس وبعدين بقى نروح على الفايل سيرفر القديم ونشغل الاداة دي. واحد يقول ليه ما استعملتهاش او ليه ما امرنتهاش عن طريق باور شيل او ريموت باور شيل ساشن. حاولت بس فشلت يعني. ممشيتش صحة. خلاص. فخلينا نروح نرن الاداة. من جو والسيرفر نفسه. خلاص هنخش طبعا بيوزر لوسا الحياط. لو زي دومين ادمن. لان برضو عملية المايجريشن دي لازم تتم بيوزر لوسا الحياط. طمام? طيب قدينا دلوقتي ايه? بننقل لسه الفولدر. تمام? نسه طبعا بين البتاع. هناخد السطر بقى وقلنا السطر ده. يعني فايدته ايه? ان انا دلوقتي فتح باور شيل. فبقل له لو سمحت. يا باور شيل انا عايز الكماندات بتاعت السيرفر ماجريشن تول تكون في الباور شيل تشباك الباور شيل ده او في السيشن بتاعت الباور شيل دي. هي دلوقتي متسطبة بس الكماندات بتاعتها مش في الشباك بتاع الباور شيل اللي انا فتحه دلوقتي. فبالتالي الامر ده بيقول له اعمل كده. حط الكماندات بتاعت الباور شيل حاليا في الشباك اللي انا فتحه دلوقتي. هنعمل الكلام ده هنا وعلى السرور التاني هنقول لugh القصة دي، هنعمل الكلام ده هنا وهناك ويمكن ما نحتاجش نعملها هناك canعملها هنابس نروح بقى عالفائل السرور هذا الفائل السرور القديم و هنرن ادات هنفتح ونرنها منجوه طبعاً هنرن أداة السيرفر ماجريشن تول من على الباورشيل ماشي؟ عشان بس تبقى المعلومة عضحة هنخش من الباورشيل على السيرفر ده والرن اللي اسميج ديبلويدو تي اكسي خلاص؟ هي دي الأداة ماشي؟ حالياً بقى لحد ما رنناها هنحط السيرفر ده في حالة استقبالها نقول له حاجة اسمها Receive Data انا دلوقتي بقول له لو سمحت جهز نفسك انت هتستقبل داتا من سيرفر تمام؟ بس افتما اقول له الأمر ده هيقول لي طيب اديني باسورد عشان تبقى مشتركة ما بينك وبين السيرفر التاني عشان ابقى انا عارف ان انتو الاتنين المعنيين بالنقل ادي باسورد ايه؟ انت هتكتبها وتحفظها واخبالك هتروح تحطها على السيرفر التاني كمان خلاص؟ هو دلوقتي Receiving وجاهزة Starting Data Migration هو كده مستني انه يستقبل داتا خلاص؟ حاليا دلوقتي هنروح ال PowerShell على السيرفر القديم نخش على الفولدر اللي فيه الأداة ونشغل الاسمج deploy.exe كده انا بقيت جوه الأداة واقدر استعمالها خلاص كده خليني بس الاول نمشي شوية كده وبعد كده بعد مران الاسمج deploy انا دلوقتي بقول له CD كزا عايز اروح على الفولدر اللي فيه جوه الأداة طبعا انا دلوقتي ايه على ال L فبقول له change director على ال C خلاص اشان اروح على ال C خلاص؟ وبعدين طبعا انا مش فاكر اسم الأداة ايه بالزبط بس ايه هساعتقد اسمها سمج او حاجة هنشوف دلوقتي اسمها ايه اعتقد انها لها اسم كده معين مشي شوية بصوا هي اسمها او سمج deploy كزا 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 هي هقول له بصوا بص انا قلت له ايه هنا فوق هنا بقول له CD سمج deploy كزا 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 تمام؟ وبعد كده جوه الاسمج deploy فيه فولدر تاني اسمه SMT كزا 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 خلاص كده فهدخل جوه الفولدر ده يعني ده فولدر وده صف فولدر تمام؟ وجوه بقى جوه الصف فولدر بقوله داير هاتلي بقى كل اللي موجود جوه خلاص هنلاحز في عاجة اسمها SMT deploy.xA هو ده اللي انا عايز اشتغل عليه مسافة ما قلت له SMT deploy.xA ودوست انتر كده انا بقيت شغال بأداة Server Migration Tool خلاص؟ وهو لما قل له كده مش هيفتحها جوه الشباك ده يفتحها في الشباك تاني جديد خلاص؟ لو كتبنا SMT deploy طبعا النقطة داش دي يعني ان انا جوه الفولدر يعني اقول انا بشتغل من جوه الفولدر ده اقول له SMT deploy.xA خلاص؟ هيفتح شباك تاني جديد كده انا بقيت جوه ل SMT deploy او بستعمل الاداة اهو كده الراجل فتح لك شباك تاني اهو كده انت بقيت جوه ل SMT deploy خلاص؟ الناحة التانية التاني جاهز opening connection ومستني ان انت دلوقتي تبعت له حاجة خلاص؟ اول حاجة هنبعتها الفولدر القديم اللي اسمه data cube على السيرفر القديم هيكوبي نفسه ويروح على ال data cube الجديد على السيرفر الجديد اللي هو اللي احنا لسه عاملينه من بداية الفيديو خلاص؟ اهو هانو red click وبعدين نقول له ايه copy paste طبعا اهو هدي الامر ونقول له enter طبعا هنا بقول له انقل data cube بكل السفولدرز جوه recurse دي يعني انقل لي كل حاجة جوه الفولدر اذا كان في فولدرات وصاب فولدرات هتهم كله خلاص؟ minus recurse دي تمام؟ وبياخدهم طبعا بقى ايه؟ ده بياخدهم وبيشيارهم تاني وبيحط permissions share تاني وبياخد ال intfs permissions كمان بينقلهم فحاجة يعني تحفى حواريكو طبعا بعد عملية النقلة بتتم ازاين كل حاجة نقلت زي ما هي خلاص؟ خليني كده بس نكمل اهو طلب الباسول اللي انت حطيتها على السيرفر التاني كده بقى بيه طرفين؟ فيه طرف بيستقبل وفيه طرف بيبعت طبعا عملية البعت والنقل دي عملية النقل تحديدا بتبقى encrypted مشفارة فلازم طبعا تبعمل حسابك ان السيرفر ده ما يكونش على ضغط عالي عشان عملية ال encryption هتاخد جزء كبير جدا من ال processor طمام؟ فدين وقت والداتة كتير هتاخد وقت شوية خلاص كده فلازم تبعمل حسابك ان السيرفر القديم وال old file server ما عليهوش شغل كتير او تكون ال data اللي انت بتنقلها مش كبيرة او مش كتير خلاص؟ هنروح لبص دلوقتي او حتى بيقولك روح اعمل run send كذا من على السيرفر resource server او السيرفر اللي قديم خلاص؟ دلوقتي انا رنيت الراجل دلوقتي بيبتدي عملية ال migration هتاخد لها وقت شوية طق بيجمع data ليه بقى بيجمع data عشان يعرف الفولدرات وحالتها وال permissions اللي عليها سواء file share permissions او smb share permissions او encrypting and sending data او intfs permissions بيبتدي ينالها تمام؟ او دلوقتي ادي كل الفولدرات اتنقلت دي فولدرات الاقسام تمام كده؟ عايزين بقى ننقل ال active directory هم folders تمام؟ عايزين ننقلهم طبعا هننقلهم ازاي؟ بسطر كمان بسطر نفس السطر هنرن من اين اهو بس خدوا بالكو في نقطة بقى دلوقتي انا كنت بعمل receive هناك وهنا send مسافة ما العملية خلصت هتروح تلاقي كل حاجة انتهى تلاقي receive خلص من هناك والsend يا لازم اعمل تاني receive وارح اعمل send هناك خلص؟ ونحط password برضو هنكرر العملية تاني بس المرة دي هننقل الفولدر بتاع active directory او active directory home folders هناخد السطر اللي بعده تمام؟ وهنا واضح جدا بنقوله انه ان انت عايز تنقل الفولدر ده ليه السيرفر ده تمام؟ source pass و destination pass source اللي هتنقل منه destination اللي هتنقل عليه تمام؟ recurse برضو ونحط له password تمام؟ وندوس enter كده عملية migration بالتم عملية الضغط او عملية encryption بالتم تمام؟ وبعد كده بيتم ناقل البيانات على فاكرة يا جماعة كنت هتستعمل RoboCopy برضو روبو كوبي كان هياخد وقت في النقل بس يمكن روبو كوبي انت ممكن برضو تقوله أنا عايزك تستعمل اه لو عندك اكتر من بروسيس تقوله عايزك تستعملي مثلاً تلاتة بروسيسور من الستة اللي عندي في النقل برضو ممكن تسرع على العملية بس ده برضو على حساب البروسيسور يعني كده كده البروسيسور بتاعك هيشتغل هيشتغل او شوفوا كل اللعن بص 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 نقل كل ايه? الفولدرز بتاعة اليوزارات. تمام كده? تاعت الاكتف داريكتوري. او روحنا هناك بقى. حنشوف بقى الجمال بقى. هتلاقي الفولدرات اتنقلت. تمام? وتشايرت. وتحط عليها الاسم بي شير او الشير برميشنز والان تيف اس برميشنز. خلنا نروح دلوقتي ونبص. ادي فتحنا السيرفر جديد. ونفتح الدي. او ادي الدي داتا ايه دي الفولدرات اتنقلت ايه? زي ما انتو شايفين. وبعدين الدي داتا كيوب. ايه دي الفولدرات بتاعة الاقسام. تمام? لو فتحنا اي واحد منهم دلوقتي. وبصينا على. بصوا بقى كده معايا. لو بصينا على. اول حاجة نلاحظ انه ايه? انه تنقل وتشاير. اخو الفولدر ده تشاير اوتوماتيك انا ما شايرتوش. هو تنقل وتشاير. ولو وشوفنا البرميشنز هنلاقيه برضو راح بالبرميشنز بتاعتو. يعني ساعدتك عملت اكتر من الخطوة في حاجة واحدة. وايه دي اللي انت يا فقى السيكوريتيز برضو اتنقلت ايه? اتنقلت. فولدر اتنقل بيه اللي اتنين. بدأ وبدأ. تمام? يبقى كده ممتاز جدا. عايزين بقى نعمل ايه? عايزين دلوقتي ان احنا الجروب بولسي اللي هي بتعمل مابينج اللي فولدرات الاقسام لازم تتغير عشان تشاور على السيرفر الجديد. الفايل سيرفر الجديد والفولدرات الجديدة. تمام? دي مهمة جدا. يا اما يا اما حنستعمل سكريبت تاني يعدل في الاكتف داريكتوري اللي هو اسمه داريكتوري هوم مايجريشن. ده بقى هنا بقول له ايه بص بقى الاكتف داريكتوري هوم فولدرز. اتنقلت من السيرفر ده للسيرفر ده. عايزك تروح لكل يوزر في الاكتف داريكتوري تغير الحتة بتاعته في البروفايل تاب اللي هي خاصة بالاكتف داريكتوري هوم فولدر بتاعه تغيرها اسم السيرفر من كزا لكزا. تمام? ودي برضو هنشوفها. يعني بصوا شايف انا بقول له لو سمحت اغير الاسم ده لده. هوريكوا دلوقتي حالية لو دخلنا على الاكتف داريكتوري وبصينا على يوزر من اليوزرات. هتشوفوا عناص دي ايه? مبدئيا كده قبل بس مستعمل. ده هنرن السطرين دول. السطرين دول بقول له لو سمحت عايزك ان انت تعملي او تسطبلي الاكتف داريكتري باور شيل Aqui Wix لان الستيرفر ده مش دومين كنترولر فعملهوش الكماندات اللي قادر اشتغل بيها ال اكتف داريكتري لقد اشتغله اsection بو ů اقولة لو سمحت اعمل install للras ad powershell او عايزك تسطبلي الكماندات اللي اقدر اشتغل بيها على العشان السيرفر ده مش دومين كنترولر ده سيرفر عادي خلاص كده ده اول حياج عشان اقدر انا studied بتاع الدياريكتوري هون فولدر ميغريشن ده. تمام? لو دخلنا دلوقتي على اي يوزر. حواليكم حاجة دلوقتي. دي برضو حتة مهمة. لو فتحنا الكونسول بتاعنا ومشينا حاجة بسيطة كده. بصوا. انا بس الاول كده نمشي. احنا طبعا هلسه بنسطب بالاكتف داركتوري. ال باورشيل كومنز. لسه وبيسطبها. اهو. اهو ار ار اي س اي اي دي لو رحنا calculation لو رحنا علي الفpile server نمشي كده برضو حاجه بسيطه بطوا بقى دلوقتي لو فتحت اي yuzer خلاص احنا مفروضنا اننا دلوقتي laactive directory home folder من السيرفر القديم للسيرفر جديد صح لو رحنا على اي uzer دلوقتي هنلاقيه بيشاور على مين على الـactive directory home folder القديم والـ native directory home folder الجديد لا هتلاقي ل gall czyli على الactive directory home folder القديم ده لازم نعدله يعني بطوا قال ادي يوزر اهو با Futurentab بصوا اهو لسه بيشاور على السيرفر القديم السكريبت اللي انا شغال به ده هيشيل الحتة دي من كل اليوزارات في الـ Active Directory في الـ Profile في الـ Home Folder هيشيلها كلها ويبدلها بالـ Server جديد في خطوة واحدة تمام؟ عشان يشاوروا على الـ Active Directory Home Folders خلاص؟ مش يبقى كده الراجل اهو شايفين؟ هاوريكوا دلوقتي لما راننا السكريبت هنشوف ان الحتة دي هتتغير يعني خلال نروح دلوقتي كده اهو اهو الراجل لسه بيستطب الـ Active Directory PowerShell Commands تمام؟ هتخد لها وقت شوية وبعدين Pause تمام؟ لسه طبعا بـ Install اهو وبعدين مفروض مفروض ان هو كده خلاص ستطب الـ Active Directory PowerShell Commands هننفذ بقى بقية الـ Script هنلاحظ ان مع كل تغيير هيقولك انا خلاص غيرت اليوزر ده خليته يشاور على الـ Active Directory Home Folder جديد بصوا هتلاقي ايه شوية اوامر بتظهر يعني بيقولك ايه مثلا بصوا مثلا عسامين مثال هيقولك مثلا اليوزر اسمه كيراوف الـ Active Directory Home Folder بتاعه خلاص بقى يشاور عالجديد اهو كل واحد من اليوزرات بيقولك الـ Active Directory Home Folder بتاعه migrated يعني خلاص بقى بيبص على السيرفر جديد والـ Active Directory Home Folder جديد خلاص؟ طب نتأكد ازاي نروح نفتح اي واحد دلوقتي نروح الـ Active Directory ونشوف اي واحد من دول هل اتغير ولا متغيرش نعمل الاول بس refresh نفس اليوزر احنا كن لسه شايفينه من شوية طب عملنا refresh وجينا فتحنا تاني اهو نفس اليوزر وفتحنا الجزئية دي وروحنا على Profile Tab او وبصه او اتغير الاسمه تمام فكده بالتالي عملية الـ Migration تمت الـ Active Directory Home Folder تمت فاضل الجروب بولوسي اللي همفروض ان انا اوجهها انها تشاور على فولدرات الاقسام المتشيارة الجديدة على السيرفر جديد فلازم ان انا import الجروب بولوسي الجديدة اللي هي بتشاور على الشيرز الجديدة بتاعت الادارات طبعا لازال احنا شايفين هنا الـ Active Directory Home Folder بتاعي لسه بيشاور على القديم لازم عمل restart ماشي؟ المهم خلينا بس نكمل الاول عن import جروب بولوسي دي مهمة جدا خلاص وهنلاحز ان فيه بقى error هنا كمان هيظهر ايه الـ error اللي هيظهر ده؟ بصوا اللي عملنا الرن البتاع دي هيظهر error ليه بقى هيظهر error؟ لانه الـ Command بتاع مش محتوط على السيرفر ده لان السيرفر ده مش domain controller هتقول لي طب مش انت ستبت الـ Active Directory commands من شوية اقول لك لا ده لا يحتوي على يحتوي على الـ Commandات الخاصة بجروب بولوسي هنروح نررن نفس السطر ده بص هنررنه من على السيرفر التاني خلاص؟ بعد طبعا ما ناخد copy للـ Folder اللي فيه جروب بولوسي الجديدة ونعمل لها import هناك خلاص كده انا دوقتي بعمل ايه باخد copy من الفولدر ده اللي هي جروب بولوسي الجديدة اللي بتشاور على السيرفر الجديد اكو بيه على الـ Olds File Server القديم اللي هو اصلا علي domain controller وعلي Active Directory وهرن الـ Command بتاع اقول له import خلاص كده؟ خلاص عملية النقل تمت كل اللي عايز عمله ان انا اقول لجروب بولوسي لو سمحت شاورين على السيرفر الجديد هنروح على الـ D بتاع السيرفر القديم ونحط جروب بولوسي هنا اهو ده الفولدر اسمه backup او المابين جروب بولوسي باكب خلاص معلش كنت بدلته ادي copy paste دي جروب بولوسي جديدة خلاص هنروح لعمل لها import بقى على فين؟ على السيرفر القديم عشان تخليها تشاور على فولدرات الاقسام الجديدة تمام؟ ده اللي يهم ده اللي مهم جدا بالنسبة لي خلاص ممكن بقى ما رحش على السيرفر ممكن من هنا اخش PowerShell session خلاص على السيرفر القديم اخش اللي مش يهم يقوله import بقى إيه جروب بولوسي دي خلاص؟ ماشي ممكن اعمل يعني تلاحظوا ان الكوماند ده ماشتغلش عشان انا على السيرفر ده انما اروحت ورنت نفس الكوماند من خلال الـ على السيرفر هتلاقيه اشتغل يعني بالوقتي انا دخلت نفس الكوماند اهو هرنه هيقبله في حين انا عند السيرفر بتاعي العادي على ده ما قابلش كوماندنا خلاص؟ طيب هرن الكوماند ده كده بقى يبص على السيرفر جديد وكده مفروض ان فولدرات الاقسام بقت تتشاف على السيرفر جديد لازم نعمل ريستارت بقى عشان نشوف الدنيا دي فيها ايه عشان نزبط الدنيا عشان عملية تزبط معنا بعد الريستارت تمام بس طبعا احنا لازال ناقصنا حاجة لازال ناقصنا الفايل كوتا والفايل سكرينينج لازم ان احنا برضو نزبطهم تمام وبردو في حاجة تانية طبعا انا مش هعمل الحكاية دي غلا ما يكون الفايل سيرفر ريسورت موجود لازم يتسطب على السيرفر جديد هدي حاجة ثانيا كمان احنا دولتي مش نقلنا الحاجة من الفايل سيرفر القديم لازم نشيل الفايل سيرفر ريسورت من على السيرفر القديم تمام فواحدة واحدة الاول حنشيل الفايل سيرفر ريسورت من على السيرفر القديم خلاص؟ حبتى حيحتاج بعد ما نشيله نعمل ريستارت خلاص؟ قم ا etiquette data ده جماعة ده هو المسؤول ان انت تحط بيه او من خلاله تحط الكوتا الفايل الكوتا والفايل السكرينيج من غير الخاصية دي مش هتعرف تعمل الحكاية دي خلاص فانا دلوقتي خلاص الفايل سيربر رسورس مانجر على السيرفر القديم ببقاش له لازمة خلاص ان انا قريدي نقلت الحاجة خلاص وكل حاجة فهشيله تمام او بياخد وقت شوية وبعد كده مفروض بعدين هتعمل سيرفر القديم وبعدين ممكن بعد كده تخرج من وتلغي خلاص السيشن دي تمام هتخد وقته طبعا بصة جماعة كل حاجة ان شاء الله مترتبة مش غراء بعضيه اهو بحيث ان انت تعمل بشكل سلس طبعا يا جماعة عملية الماجرشن ممكن تكون سهلة بس هي التراطيف او التفاتيف الصغيرة دي او التفاصيل الصغيرة دي هيه اللي بتفرق عشان تعمل ماجرشن صح ومبقاش فيه ديول لعملية الماجرشن وراك خلاص كده طيب احنا دلوقتي خلاص عملنا ايه مفروض شلنا شلنا الفايل سيرفر ريسورس مانجر من على السيرفر القديم لحابة اعمل ريستارت للسيرفر من هنا من الريموت فاورشل ساشن دي هقول لي لا ماينفعش ليه بقى لان انت داخل بيوزر على السيرفر ينفع الكلام ده في حالة لو السيرفر محدش داخل عليه يعني واقف على الشاشة بتاعت الولكم سكرين واقف ماينفعش ان انا عمل ريستارت وفي سير وفي يوزر داخل خلاص فا هعمل ريستارت ماني بايه دي خلاص هتشوفوا بقى عاجة عجيبة جدا لما يخش بيوزر بتاع السيرفر القديم هتشوفوا بقى ان الاكتف داريكترون فولدر اتغير والشيرز بتاعت الاخصاب مكانها اتغير خلاص كده طيب لحد ما هيعمل ريستارت هنستول الفايل سيرفر ريسورس مانجر هنعملها عوصل طبع على السيرفر ده طبعا لاحظتوا ان انا ايه عملت الكماند ده عالسيرفر القديم طبعا ده خلاص لازم اخرج الاول من اجزة البي اس سيشن الاول عشان ارجع تاني على السيرفر بتاعي وابتدي اشتغل على الكماند ده خلاص هنو اجزة البي اس سيشن خلاص وعدين اقول له انستول الفيتشر دي خلاص بس بعد ما انستولها تبقى اني نحط الفايل كوتا ونحط الفايل سكريميج خلاص اهو هتاخد لها وقت شوية عادية ده اهو وبعدين فوز خلاص طبعا لحد انا ما صاحبنا ده يخلص عشي وبعدين اهو مفروض عليك ان انا خلاص ستبط الفيتشر دي بتأكد بقى ازاي برن كوماند خاص بالفايل سيرفر ريسورس مانجر بشوف لو تسطى بمفروض الكماندات بتاعت الفايل سيرفر ريسورس مانجر او الـ PowerShell Commands الخاصة بالفايل سيرفر ريسورس مانجر تكون موجودة فانا دلوقتي يقول له Get File Server File Groups ايه الفايل سيرفر فايل جروبس دي؟ دي مجموعة من التمبلتس او مجموعة من الحاجات الجاهزة اللي ممكن الفايل سيرفر ريسورس مانجر يعمل لها بلوك ممكن مثلا يعمل بلوك للأوديو للفيديو للإكزي فايلز دي حاجات جاهزة هو حاجات هو مديها لك options مديها لك جاهز عشان ان انت تبلوك بعض الملفات عايز تعمل حاجة ممكن خلاص فانا بقول له لو سمحت ايديني لستة الملفات ان انت ممكن تعمل لها بلوك اهو F-S-R-M File Group خلاص لو الـ Command اشتغل يبقى معنا كده ان الفايل سيرفر ريسورس مانجر ده شغال تمام واقدر بقى الـ Commandات دي طالما اشتغلت اقدر انا نفذ الكم سطر اللي بعديهم اللي هم ليهم علاقة او لا حستعمل من خلالهم فايل سيرفر ريسورس مانجر PowerShell Commands تمام اهو لسه طبعا بعمل restart ما اعرفش بعمل restart كل ده ليه اهو طبعا اهو working feature طبعا دي كده لما تظهر الرسالة دي افهم ان كده في حاجة شغلت او في حاجة ضافة طبعا اهو في الحالة دي حاجة شغلت خلاص نلاحظ اهو بصوا اهو كل دي انواع ملفات ممكن نعمل لها بلوك ممكن نعمل بلوك الميلات ممكن نعمل بلوك الاوديو فيديو المهم كده خلاص اتكدنا ننفذ بقى commandات بتاع ال fsrm اهو دي commandات اهي PowerShell Commands خاصة بال fsrm ننفذها خلاص كده بالخطوة دي احنا ان شاء الله بعد من نخلص القصة دي بقى كده الكوتا كمان زبطنوها تمام والفايل سكريلنج زبطنوها يبقى كده تقريبا كل حاجة خلصت معنا خلاص فاضل بس ان احنا بقى نشوف الكلام ده والشيرز بتاعة الادارات الجديدة ده بالاضافة في خطوة كمان عايزين ندلت الفولدرات بتاعة ال old active directory home folders وال old department shares او ملفات ال active directory home folders القديمة والملفات ال department shares القديمة عايزين ندلتها تمام دي برضو مهمة مش طبعا مش هنعمل الكلام غير لما نتأكد تماما انه الحاجة اقدر اشوفها عالفايل سيرفر الجديد طبعا دي بقى حاجة برضو عايزين نعملها هنا هنا انا بقى اكد لكم او ده لو فتحت ال run وكتبت ال command ده هنا هيوريك كل الشيرز اللي على السيرفر ده عشان نتأكد طبعا ان الشيرز بتاعتنا انتقلت اهو لو كتبنا ال command ده بصوا ايه اللي هيحصل بصوا ايه اللي هيحصل هيفتح console جوا كل الشيرز اللي على السيرفر طبعا مش هندلت الفولدرات القديمة على فالد سيرفر القديم غير لما نتأكد ان الناس شايفة جديد اهو shares اهو بصوا ايه اللي هيحصل ايه دي كل ده دي كل الحاجات دي متشايرة طبعا لاحظوا ان انا ما كنتش مشايرة اي حاجة خالص على السيرفر ده اهو بصوا ايه دي كل الحاجة خلاص كده احنا اتأكدنا تمام ومية مية عايزين دلوقتي نعمل ايه عايزين بقى نشوف عايزين نشوف مفروض طبعا لو انا عملت restart مفروض انه يشوف الايه ال home folder جديد وعايزين نشوف ادارات الاقسام دي او فولدرات الاقسام دي هل بتشاور على الجديد ولا لا خلاص تمام هنعمل restart طبعا لده عشان برضو ايه نشتغل على النظافة وبعدين خلائها روح نخش بقى على السيرفر القديم نبتدي نبص ايه الدنيا نمشي كده مشي حاجة بسيطة اهو هندخل على السيرفر ده ونخش بـ domain admin ونشوف بقى على السيرفر جديد ونشوف الكوتا ونشوف كل حاجة بقى عزين نتأكد خلاص كتير اوف اهو وندوس ونخش بـ user شوفوا كده العملية بتات المجريشن اخد بتقدي ايه؟ احسبوها هتلاقوا الموضوع بس طبعا هنا الفكرة عشان انا ما عنديش فولدرات كتير قوي على او فولدرات فاضية مافيش data كتير اتنقلت فالعملية كانت سريعة انا ما انتو عندوكو طبعا يختلف الموضوع حسب بقى حجم ال data وعندك data اقدي ايه؟ بس زي ما انتو شايفين الموضوع ما مش واخد خطوات كتير اعملية كلها ماشية باقل عدل من الخطوات تمام؟ هنيجي ندخل ونكمل شوية قدام بس ان يمشي كده كمان هنفتح بصوا بقى ايه بقى الدنيا هنا بصوا نلاحظ ايه بقى اهو على مكانه الجديد والكوتا كمان اتنقلت ايه ده على فكرة الشير جديد مش القديم هتقول لي ازاي هقولك ازاي هخش دلوقتي دلة الفوضلات القديمة وهيفضل شغل بس الكوتا اتنقلت والناس بقت تشوفوا جداد الكوتا اتنقلت وبقت تشاور على السيرفر الجديد تمام كده؟ خلينا بقى ايه برده نتأكد طبعا انا حاولت انا هنعرف هلا هو علي السيرفر جديد ولا القديم من خلال البروبارتيز مش هتقدر تعرف طبعا اني مش هنا كده مش هتقدر تعرف حاولت طبعا بس ايه مجاتش معايا كده اهو طبعا انا انا باى اكد لوك تاني طبعا احنا احنا لو دخلنا على الفائل سيريفة ريسورس مانيجر لا طبعا هنا الخاصة يعني سفينا بقى برح جروب بولوسي عشان اوريكم ان المابين جروب بولوسي دلوقتي خلاص بتشاور على الفولدرات الجديدة تمام دلوقتي بقى تشاور على جروب بولوسي دلوقتي بتشاور على الفولدرات الجديدة وبرضه خطوة مهمة جدا 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 لازم تعملوها وإلا هيحصل لكم كالقاتي خلاص خلينا بس كده وليكوا صورة معينة احنا دلوقتي قلنا جروب بولسي عدلناها عشان تشاور على الفوضرات الجديدة وتعمل لها ماب صح؟ طيب في خطوة لو انت ما عملتاش هيظهر لكم كالادي خليه كده اجيب لكم صورة معينة عشان بس تبقى عملية واضحة فين ادي الترينينج و ادي ده بصوا يا جماعة الخير دلوقتي دي الفوضرات الجديدة خلاص على السيرفر الجديد ده الشير بتاع السيرفر الادين هيظهر لليوزر كده لو الخطوة دي اللي انا هقولك عليها دلوقتي ما عملتهاش هيظهر لك هيظهر لليوزر ان ايه في حاجة ظهرة قدامه كده واخد بالك وانها معامل علامة اكس حمر طبعا حاول يخش عليها مش هيعرف خلاص كده لان انت مثلا شلت الفوضر خلاص واخد بالك او لو لسه مسلتوش هيظهر له برضه طمام فلازم ان انت تتأكد انه الجروب بولسي شالت الشير القديم شالت الشير القديم لازم تعمل الكلام ده خلاص يعني دلوقتي نفترض ان انت شلت الفوضر ومعدلتش في الجروب بولسي تقوله لو سمحت شلي نتروك ماب درايف ده هيجي يخش اليوزر هيتظهر له كده وعلامة الاكس دي وده هيفضل معاه على طول يعني دلوقتي هتلاقي كل ده موجود انت شايل الفوضر خلاص بقاش موجود هتفضل ظهر اليوزر كده هتفضل زعجاء ومدقيقية هتفضل كده موجود لازم اأكد على المابين جروب بولسي قوله لو سمحت شلي ده خالص عايزك تعمله on map او اعمله شيله خالص وظهر جديد حواريكو تعمله الكلام ده ازاي تأكدوا جدا من المعلومة دي خلاص هنيجي كده حواريكو هنعمل الكلام ده ازاي لو فتحنا البتاع بتاعنا هوا تعال حواريكو بقى هنعمل الكلام ده ازاي هنفتح network mapping group policy وهواريكو هتعمله ايه حواريكو انا بالزبط عملت ايه في mapping group policy قلت له اعمل map على السيرفر الجديد والسيرفر القديم دلت المابينج ده حواريكو دلوقتي انا قصدي ايه بس لما نصلىها طبعا دلوقتي اعتقد انا هدلت الفلدار للاسوش هدلتها دلوقتي طيب add mapping group policy شايفينها add mapping group policy لو فتحناها وعملنا عليها ايدت خلي بس نكمل شوية قدام اهو نفتح كده كمان بصوا اخوان add mapping بصوا المابينج اهو في بقى خطوة مهمة جدا لازم نعملها خلاص لاحظوا ايه بقى بس لو نفتح كده واريكو الا الا هيظهر دلوقتي شايفين بصوا فيه هنا علامات اكس حمراء الام ده ده الام على السيرفر القديم دي جروب بولس دي انا كنت اعامل ايه لو سمحت اعمل مابينج على السيرفر القديم والانتريس دي موجودة او السطور دي موجودة كل اللي قلتهوله بدل ما create الماب نتورك ماكدره هقوله delete عشان يدلت المابينج ده خلاص وتحت انا مثلا انا اعمل مثلا كام 20 share ب 20 سطر هقوله delete المابينج القديم بال 20 سطر دور واعمل 20 سطر جداد بان نعمل لي مابينج على السيرفر الجديد يعني بصوا دلوقتي لو فتحنا ايه واحده من دول هوريكو نقص دي ايه يعني دي مثلا 20 واحده بصوا ودي جديد يعني اللي احمر بقوله دلت القديم واللي اقدر قوله اعمل لي جديد بصوا اهو ايه دي المابينج على السيرفر الجديد اللي فوق بقوله دلت للمابينج القديم خلاص كده دي مهمة جدا ولازم تعملوها بالشكل اللي اقولكو عليه يعني دلوقتي خلاص دي معروفة ايه ان انا كاريت ماب جديد ده سهلة ال delete بقى بعمل ايه بصوا لو عملنا كده double click ثواني بصوا بقى ايه اللي حصل هنا اهو ده السيرفر القديم والفولدر القديم هنا بقوله لو سمحت delete 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 خلاص ايه دي بقوله لو سمحت delete خلاص وفي حاجة تانية لازم نتأكد منها انها هتبقى معمولة خلاص هقوله كده ايه بصوا بقى الحتة دي هقوله ايه لازم تتأكدوا انه apply once and not reapply دي متشالة معلقاش على متشك خلاص يعني هتسيب كل حاجة زي ما هي بس بدل create تقوله delete وتتأكد ان دي شغالة وان كده الدنيا ماشى تماما item target levelizing دي عشان هكدله انها هتتنفذ على مين هشيل المابينج من على any group هشيل المابينج بتاع ادارة ال IT ولا المابينج بتاع HR حسب خلاص طيب المهم ده بالنسبة ليه القديم بالنسبة للجديد هيبقى واضح طبعا لو فتحنا اي واحدة جديدة عكسها بدل delete هنلاقي حاجة اسمها create بصوا هنا بقى في ايه بصوا هنا create هناك النحة التانية delete طبعا زي ما انتو شايفين كل حاجة واضحة ايه طبعا في حاجة اسمها reconnect هي دي المشكلة الاساسية عندي ليه بقى لانه لما بتعمل network map drive ايه الابشن ده ايه بيقول له انه لو الكنيكشن ما بين السيرفر والفايل سيرفر والكلينت اتقطعت النتورك مابدرايف مش هيبقى اكساس ابل او مش طرف يدخل عليه اعمل reconnect automatic الحتة دي بتخلي النتورك مابدرايف يفضل موجود يعني لاحظوا ان انا مسلا لو شلت الفولدر على سبيل المثال هنا هيعتبر انه الكنيكشن مع الفايل سيرفر اتقطعت لسبب ما فهيسيب النتورك مابدرايف لسه زي ما هو مش هيشيله واخدوا بالكم ازاي فهي دي النقطة دي المشكلة الابشن ده هو المشكلة اقول لي طب اشيله لأ ما تشيلوش طبعا افرد ان الفايل سيرفر وقع ورجعته تاني لا الابشن ده مهم انا بس بتكلم عشان تقدر ان انت تلغي النتورك مابدرايف القديمة لازم انتو تقول delete خلاص وتتأكد الناحة التانية انه برضو في الحتة الكرياشن دي apply once and not three apply دي تكون موجودة ما تكونش متعلمة ليه؟ عشان يشيل القديم اي يوزر يخش يشيل القديم يضيف الجديد يشيل القديم يضيف الجديد خلاص؟ لو قلت له apply once هامل عمله دي مرة واحدة لا احنا عايزنا على طول اي حد عنده الماب القديم يتشال والماب الجديد يتضاف بعد ما كل الناس بقى تخلص الدنيا وتزبط معاهم بعد ما تزبط الدنيا وتتأكد ان كله تشيلز الشيرز القديمة ممكن تخش تدلت بقى الحاجات دي السطور دي خلاص؟ وتسيب السطور الجديدة خلاص؟ يبقى كده انت عملت اللي عليك كده عملية النقل الحمد لله تمت بنجاح خلاص؟ مفروض بقى نعمل ايه دلوقتي بس طبعا انا بخش اكد لوك تاني طبعا انه الـ active directory home folder زي ما هي احنا دلوقتي مفروض نخش هناخد بقى ايه؟ سنابشوت لان احنا ان شاء الله فضل لنا بس الـ WSOS عشان ننقله فهناخد سنابشوت من على الثلاث سربرات عشان الفيديو اللي جاي ان شاء الله هوريكو طريقة سهلة جدا لعمل migration للـ WSOS مش بقى syncing وبتاع هي عملية بسيطة قوي مفيهاش اي مشكلة طبعا هندلت الفولدرات القديمة خلاص دي الـ biochips و data cube القديم دول اللي هم عليهم الـ shares القديمة والـ active directory home folders هدلتهم اخر اختبار انا خلاص اتأكدت ان كل حاجة شغالة هدلتهم مفروض بعد ما دلتهم يبقى انا اقدر دلوقتي ان اخش على الـ server الجديد والـ shares الجديد خلاص هتاخد لها وقت شوية خلاص كده تمام اولا زرت ادل هدخل معنا كده ان هو دلوقتي بيشاور على الـ serverات الجديدة مفروض ان اخد بقى snap shot خلاص انا دلوقتي زبطت نفسي اخد snap shot من كل سيرفر هنسميها before Wsauce Wsauce migration خلاص هناخد على السيرفر ده وهناخد على السيرفرين التانيين كده يبقى السيرفر ده تشال من عليه DHCP وتشال من عليه الفائل سيرفر فاضل الـ Wsauce والـ additional domain controller فاضل الـ Wsauce والـ additional domain controller نخلص الـ Wsauce ان شاء الله وبعد كده الـ additional domain controller ده كمان هنخلص منه بحيث ان بعد كده السيرفر ده كله هيتشال بيبقاش في الـ domain غير windows server 20-22 data center فقط فانا باخد backup ده من الفائل سيرفر جديد والـ DHCP جديد هناخد snap shot وبعدين نروح ناخد بقى اخر snap shot من primary domain controller جديد اللي هو ده طبعا بقى بتاعنا اهو هناخد الـ snap shot دي ونقول له اوكي وبعد كده طبعا ايه هنقفل السيرفرات وعملها shut down ده طبيعي يعني مش محتاجة بينكم اي حاجة هنقفله خالص وكده يبقى يا جماعة انتهى الفيديو بتاعنا وان شاء الله استنوني في الفيديو اللي جاي ان شاء الله الخاص بالـ migration بتاعته وطبعا اواريكم طريقة سهلة جدا يعني ما فيهاش بقى حتة ان انا افتح tools وادواتها هي عملية بسيطة جدا في الحركتين بالزبط هتعمل migrate الـ wsus بمنتهى السلاسة بمنتهى السهولة هتمنى اكون فيديو عجبكو ما تنسوش تشيركو في القناة وبعيلو جرس التنبيهات وذلك بلا شك فضلا منكم وليس امر مني يا جماعة اللي حاسس ان هو حابب المادة دي وحابب يستزيد منها انطري انه ياخد كورس خاص معي بمقابل مادي يتواصل معي على صفحاتي على الفيسبوك ITVisualizer وفيها رقم موبايل بتاعي الواتس بتاعي موجود عليها او يتواصل معي على قناتي على التليجرام وفيها برضو رقم موبايل عليها اللي ايه برضو اسمها ITVisualizer او يتواصل معي على ميلي الشخصي K-A-R-E-E-M نقطة R-A-O-U-F at gmail.com يتواصل معي على الايميل او يسيب لي تعليق على اي فيديو من الفيديو اي فيديو من الفيديوات اللي بيشوفها وانا هتواصل معك شكر مدة ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة